السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والصحابة أجمعين أما بعد تمدد الكون أحدث الاكتشاف الرهيب الذي توصل عليه العالم الفلك الأمريكي آدون هابل عام 1929 ميلادية إلى إحداث تغيير كبير في علوم الفضاء وبسبب هذا الاكتشاف سمي منظار ناسا الشهير فيما بعد باسم هابل نسبة إلى هذا العالم فبينما كان آدون هابل يراقب النجوم بمنظاره اكتشف أن لون الطيف الصادر من هذا النجم يتحول إلى اللون الأحمر ومعنى هذا حسب نظريات علم الفيزياء الفلكية أستروفايكسز أنه عندما ينقلب لون الطيف الصادر من جسم سماوي سوبر نوفا إلى الأشاع الحمراء فإن هذا يعني أن النجم يبتعد عن الأرض وأما إذا كان هذا النجم يقترب من الأرض فإن الطيف يظهر أو يظهر اللون الأزرق وكان هذا أول اكتشاف لهابل من ناحية حركة النجوم وتابع هابل أبحاثه فاكتشف أن النجوم لا تبتعد عن الأرض فحسب بل يبتعد بعضها عن بعض بما يشبه الباللون عند نفخه أي أنك إذا رسمت نقاطا على الباللون ثم نفخته تجد أن النقاط المنتشرة على سطح تبتعد بعضها عن بعض بما يجعلنا نتصور أن الكون كله يشبه ذلك الباللون وهذا يدل على أن هذا الكون في تمدد دائم كل ثانية توصل أدوين هابل بعد ذلك إلى أن الكون يتمدد باستمرار وبسرعة متزايدة واكتشف أيضا أن المجرات التي ولدت تبتعد عن مركز الانفجار الأول وكذلك تبتعد عن بعضها البعض هذا الاكتشاف دفع ببعض العلماء الفلكيين الآخرين إلى التساؤل حين ذاك حول صحة هذا الاكتشاف وظن معظمهم بأن هابل قد أخضأ فالفكرة كلها بدت صعبة التصديق لأن ذلك يستوجب الكثير من التغيير في طريقة التفكير التي كان يتبعها العلماء في نشأة الكون وأن الكون ثابت وليس هذا فحسب بل إن الكون يتمدد بسرعة تزيد بالطراد على عكس ما كان يتوقع علماء الفيزياء المتأثرين بقوانين الجاذبية إلى أن اقتنعوا بوجود مادة سوداء في الكون لا يرونها وأنها هي السبب وراء تزايد سرعة التمدد فهل أخبر القرآن عن ذلك؟ نعم لقد أخبر القرآن ذلك اقرأ في صورة الذاريات هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون صورة الذاريات 47 إذا أعجبكم الفيديو فعلوا زر الاشتراك ونرطوا لك الاشتراك باللون الأسود والجرس حتى يتيكم بإذن الله كل مفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته